بيبدأ المسلسل في تركيا بست اسمها دينيز. وبنعرف ان دينيز متجاوزها لعب كرة اسمه قتيش. ومخلفها منه بنت اسمها راوية. وفي يوم بنشوف دينيز وهي بتكلم والدها غالب وبتطمن عليه. فبيطلب منها ما تنساش تحضر حفلة عيد ميلاد اصلا حفيده. فبتقوله ان هي اكيد هتحضر لان هي بتحبه جدا. وبالليل بيجمع قتيش فريق كرة السلة بتاعه عنده في البيت. وكل واحد من اللعيبة دول بيكون جاي مع امراته. وبيحتفلوا مع بعض بمناسبة التأهل للبطولة. وبعد شوية بيوصلهم خبر مفجأ. وبيعرفوا ان في بنت اتهمت واحد من الفريق بتاعهم ان هو اختصبها. وبتقول ان الموضوع ده حصل بعد اخر ماتش لابوه. وطبعا كل اعضاء الفريق بينصدمه. وبيكونوا مش عارفين يتصرفوا ازاي في الكارسى دي. وكل واحد فيهم بيبدأ يشك في التاني. وبعدها بنتعرف على زينب اختي دينيز. وبنشوفها بتتكلم مع اخوها عالية عن مراته. واللي بتكون اتخلت عنه هو ابنه بعد ما دخل السجن. وبتطلب منه يحاول ينساها ويركز في مستقبله. لان التفكير في الماضي مش هيغير شيء. وفي اللحظة دي بتوصلها رسالة من راجل غريب. وبيطلب منها تخرج تقابله برة. وبعدها بنرجع لفريق كرة السلة تاني وكلهم بيكونوا متوترين. وخاصة زوجات اللعيبة. لان كل واحدة فيهم بدأت تشك في جزهة. لكن الشكل اكبر بيكون حوالين قتيش. لانه في اليوم ده ساب الفريق ومشي بعد الماتش. بحكة ان بنته كانت تعبانة. ولكن دينيز بتكون وثقة في جزهة. لانه كان فعلا معها في اليوم ده علشان بيعالجوا بنتهم. وفي نفس الوقت ده بنشوف زينب وهي وقفة تتخانق مع انجين عشيقها. لان هي حاسة بتقنيب الضمير. علشان هما بيعملوا حاجة غلط. وخاصة ان ان انجين متجوز اصلا. وبتطلب منه يبعد عن حياتها ويحاول ينساها. وتاني يوم بتتصل دينيز على ابوها وبتعرفوا ان هي مش هتقدر تحضر حفلة عيد الميلاد. لان حصل مشاكل عندها. وبعدها بتوصل دينيز مع جزها وبنتها للنادي. وبيكون في صحفيين كتير في المكان. وكل الناس بيكونوا شكين فاتيش. وفي نفس الوقت بنشوف اسر الدينيز. وبيكونوا بيعملوا ترتيبات حفلة عيد ميلاد اسلان. وكمان بتوصل معلمة اسلان الاسمها دويجو. وبيكون واضح ان هي بتحاول تقرب من اسلان علشان تلفت انتباه علي. فبتلاحظ زينة بالموضوع ده. فبتروح تقترح على اخوها ان هو يحاول يقرب من دويجو. لان هي شايفاها هتكون زوجة مناسبة له. لكن في اللحزة دي نارين والدة اسلام بتوصل عيد الميلاد. وبتروح تسلم على ابنها وطبعا علي بينصدم لما بيشوف مراته تاني. وبيروح يسألها هي رجعت تاني ليه. فبتقول له ان هي افتقدت ابنها وكانت عاوزة تشوفه. فبتيجي زينة بتقطع كلامهم وبتتخانق مع نارين. وبتتهمها ان هي السبب في اصابة اسلام بتلعثهم الكلام. لان اسلام تايب على طول بعد ما تخلت عنه. وبتقول لها تمشي برا الحفلة لان محدش حبب وجودها. ولكن وقتها الجد بيجي يفض الاشتباك. وبيطلب منهم يهدوا لان هو مش عاوز عيد ما يتحفيده يبوز. فعلي بيطلب من الجد يسمح للنارين تقدم معهم بقى اليوم. علشان حالة ابنه النفسية ما تسوقش اكتر من كده. فبيوافق الجد على طلبه. وبعدها بنشوف رئيس فريق كرة السلة وهو في لقاء صحفي. وبيقول ان الكلام اللي اتقال ده مجرد اشعاعات. وبيعرفهم ان هو هيوصل بنفسه للبنت اللي نزلت الكلام ده. وهيخليها تنزل اعتزار للفريق كله. وبعدها الفريق بيمشي وبيستعده علشان يلعبوا الماتش. ولكن الصحافة بتروح توقف دينيز. وبيسألوها لو هي شكة في جزهة. فدينيز بيترد بكل ثقة وبتعرفهم ان هي بتحب جزها. وكمان بتقول ان هو بيحبها واستحالة يامل حاجة زي كده. وفي نفس الوقت ده بنشوف بنت اسمها قيبك بتتفرج على اللقاء الصحفي. وبتكون متعصبة جدا من الكلام اللي بيتقال. وبنعرف ان هي دي نفس البنت اللي نزلت البوست على صفحتها. وفضحت الفريق. وفي نفس الوقت بنشوف الاسرة بيحتفلوا بعيد ملاد اصلان. لكنهم بيلحظوا اختفائل جد. فبتروح زينا بتشوفوا راح فين والصدمة ان هي بتلاقيه فقد الوعي في مكتبه. وفي نفس الوقت ده بتكون دي نيز بتتفرج على جزها وهو بيلعب الماتش. وبتلاحظ ان الجمهور كله بيتكلم عن فيديو جديد نزل على الانترنت بخصوص نفس القضية. فبتفتح دي نيز الفيديو ده وبتنصدم لما بتشوف جزها بيخونها مع واحدة تانية. وطبعا دي نيز مش بتقدر تنتقب ولا كلمة. وبتروح لجزها وهو في وسط الماتش وبتضربه. وبتطلب منه يبعد عن حياتها. لان هي مش عاوزة تشوف وش تاني. وفي نفس الوقت بيتنقل الجد للمستشفى وبيدخل بسرعة لقضة العمليات. لان هو تصاب بجلطة في المخ. فبسرعة بتروح الزينب بتتصل على اختها علشان تبلغها باللي حصل. لكنها مش بتقدر توصل لها. وبعد شوية بتوصل دي نيز للبيت وهي منهارة. وبتفضل تفتكر ذكرياتها القديمة مع جوزها. وبتفقد عصبها تماما وبتكسر في كل حاجة حواليها زي المجنونة. والدكتور بيخرج من غرفة العمليات وبيطمن علي وزينب ان حالة والدهم مستقرة. لكنه لازم يفضل قاعد في المستشفى كمي يوم. لان حالته ممكن تسوق تاني. وبعد شوية بيرجع قايتش للبيت وبيطلب من دي نيز ان هي تهدى وتسمعه. لان هو عاوز يبرر لها موقفه. فبيقول لها ان هو عمل كده مع البنت فعلا. لكنه وقتها كان سكران ومش فوعيه. وبيعرفها ان هو ندمان جدا. وبيحلف لها ان هو عمره ما خانها قبل كده لان هو بيحبها. وبيطلب منها تسامحه ما تتخلش عنه ولا انه مش هيقدر يعيش من غيرها. وقبل ما الدنيس ترد عليه بيجي له اتصال من رئيسه في النادي. وبيطلب منه يقابله فورا علشان يشوفها ويعمل قف الكرسى دي. وبنرجع للمستشفى تاني. والزينب وعلي بيروحوا يتطمنوا على ابوهم وبيلاحظوا ان هو مش قادر يتكلم. فبياخد منهم ورقة وقلم. وبيكتب لهم ان هو عاوز يشوف حفيده اصلا. فبسرعة بيروح علي يجيب ابنه. وفي نفس الوقت بيوصل قتيش لبيت رئيسه. واللي بيكون عامل اجتماع للفريق كله وبيفضل يهزق فيهم. لان بسببهم مستقبل الفريق هيضيع. وبيطلب من قتيش ان هو يتصرف ويحاول يخلي اي بيكتن في الخبر ده باي شكل. وبيهدده ان هو لو ما صلحش غلطته في اسرع وقت هيضيع مستقبله المهني. وكمان بيطلب منه ان هو يصالح مراته. لان العلم كله وشافها النهاردة وهي بتضربه في الملعب. لكنه لو صالحها ممكن يقلل من حجم المشكلة شوية. وفي نفس الوقت بنشوف زينب وهي لسه بتحاول تتصل على اختها. لكنها برضه لسه ما بتردش. وفي اللحظة دي بتشوف اللي حصل لها في التلفزيون. فبسرعة بتتصل على موبايل راوية. وبتطلب منها تدي الموبايل لامها. وبتحاول زينب ان هي توسيها. وفي اخر المكالمة بتطلب منها تتمالك اعصابها. وبعدها بتصدمها بخبر ان والدهم اتنقل للمستشفى. فبسرعة بتقوم دينيز تجاهز نفسها علشان تروح للمستشفى. وبعد شوية بيوصل اصلا للمستشفى. وبيروح ينام في حضن جده. ومش بيعدي وقت طويل والجد بيموت. وبعدها على طول بتوصل دينيز. وبتشوف علي منهار قدامها وبيعرفها ان ابوهم مات. وطبعا بتنهار دينيز ملعيات. وبتكون ندمانة ان هي مش هفيتش ابوها قبل ما يموت. وبتروح تحضن اختها وكلهم بيكونوا بيعياته. وفي نفس الوقت ده بيوصل اتيش للبيت ومش بيلاقي مراته وبنته. فبيحاول يتصل على دينيز لكنه ما بيقدرش يوصل لها. وتاني يوم بتتصل راوي على اتيش وبتعرف ان جدها مات. وهم حاليا موجودين في بيت المزرعة علشان يستعدوا للجنازة. فبسرعة بيستعد اتيش علشان يروح لهناك. وفي نفس الوقت بنشوف دينيز قعدة منهارة في قضة ابوها. وبتفضل تفتكر كل ذكرياتهم الحلوة سوا. وبعد شوية بتروح تقعد في الجنينة وبتلاقي اتيش جاي عليها واول ما بتشوفه بتنهر من الايات وبتحضنه. لكنها بتستوعب ان اللي هي عملته ده غلط. وبتقول له يمشي من قدامها لان هي مش قدرة تبص في وشه. وبعد شوية بيروحوا الجنازة وبعد ما بيخلصوا بيروحوا كلهم يتجمعهم مع بعض في البيت. وبتروح راوية تقول لامها ان هي لايت مفتاح شكله غريب في مكتب جدها. وبعدها دينيز بتعرف ان المفتاح ده بتاع الصندوق اللي كان على مكتب ابوهم. فبتتجمع مع اخوتها وبيفتحوا الصندوق. وبيلقوا وصولات امانة كتير جدا. وبيتصدنوا لما بيعرفوا ان ابوهم عليه ديون ضخمة جدا. وكمان اضطر يرهن بيت المزرعة علشان ما يتسجنش. وطبعا بيدخلوا كلهم في حالة صدمة. وبيكونوا مش فاهمين ازاي والدهم عمل فيهم كده. فبتتدايق دينيز وبتخرج برا علشان تشم هوا. لكنها بتلاقي جوزها قدامها. وبيعرفها ان ايبك وافقت ان هي تتنازل عن القضية. لكنها اشترطت ان كل لعب يدفع لها عشرين مليون ليرة. وشرطها التاني ان الدينيز تكون حضرة في جلسة الاستماع اللي هتتعمل بكرة. فبتضطر الدينيز ان هي توافق لان هي لسه بتحب جوزها. والتاني يوم بيروحوا هم الاتنين يقابلوا ايبك وبيقودوا معاها. وبتبدأ ايبك توجه كلامها لاتيش. وبتلوموا لان هو انكر ان هو ما يعرفهاش. مع ان هم على علاقة بعض بقالهم سنة. وبتلوموا كمان لان هو كان عارف ان كل اللعيبة اختصبوها بعد ما سابها. ولكنه راح يطمن على بنته المريضة. وبالرغم من كده اتيش رفض ان هو يعترف في الحقيقة. وفي اللحزة دي بتشغل ايبك تسجيل المكالمة الاخيرة اللي بينها وبين اتيش. واللي بتثبت بيها ان هو كان عارف ان هي تعرضت للاختصاب من كل لعيبة الفريق. لكنه خاف يقف صفها وهددها تبعد عنه علشان ما يفضحهاش. فطبعا دينيز بتتصدم للمرة التانية في جزهة وبتسيب الجلسة وبتقوم. فبيروح اتيش وراها لكنها بتصده. وبتطلب منه يبعد عن حياتها لان هي بتكرهه. وبعدها بيتصل رئيس النادي على اتيش وبيطلب منه ييجي يقابله. وفي نفس الوقت بنشوف زينة بقعدة في البيت. وبييجي علي يسألها عم كان نارين. فبتعرفه ان هي راحت تجيب اسلام المدرسة. وبتسأله هي هتفضل اعدى معهم لحد امتى. فعلي بيقول لها ان هو مش هيقدر يطردها. وكمان هو شايف ان حالة ابنه النفسية تحسنت كتير من ساعة نارين وصلت. ومن الافضل ان هي تفضل اعدى معاهم. وبيعرفها كمان ان هو راح البنك النهاردة. وعرف ان هما ممكن يدفعهم مليون ليرة والمزرعة ترجع لهم تاني. فبيقترح عليها ان هما يطلبوا المبلغ ده من شخص اسمه ضياء. لان هو كان عاوز يشتري المزرعة زمان. ولكن زينة بتتغصب لانه كان في عدوة بين ابوها وبين الرجل ده. وبترفض انهم يطلبوا منه اي مساعدة. وفي الوقت ده بتتصل زينب على دينيز. وبتحكي لها على اللي حصل وبتطلب منها المساعدة. فدينيز بتقول لها ان هي ما تقدرش تدفع مليون ليرة. لان شغلها كله توقف بعد الفضيحة اللي حصلت. وبتعرفها كمان ان هي ما تقدرش تطلب فلوس من جوزها. وبتكون مش عارفة تعمل ايه. وفي نفس الوقت بيوصل قتيش للنادي. وبيتخانق مع زميله في الفريق بسبب اللي عملوه مع قايبك. فواحد منهم بيغلط في دينيز وبيقول عليها كلام بشع. فوقتها قتيش بيتعصب وبيهجم عليه. ولكن الناس بيروح يفضوا الاشتباك بينهم. وبعد شوية رئيس النادي بيقول لقتيش ان السوشيال ميديا كلها بقت في صف مراته. لدرجة انهم اطلقوا عليها لقب الملكة. وعلشان كده لازم يصالحها في اسرع وقع. وبيقوله ان هو هيعمل مؤتمر صحفي ولازم مراته تكون موجودة. وفي نفس اللحزة دي بيتصل ضياء على علي. وبيقوله ان هو عزمه على العشاء. علشان يتناقشوا مع بعض في موضوع بيع المزرعة. وبعدها بتروح نارين تقول لي علي ان هو لازم يبيع المزرعة علشان يأمن مستقبل ابنه. وبتقوله يخلص عملية البيع من غير ما يعرف حد من اخواته البنات لانهم اكيد هيعترضوا. وفي نفس الوقت بنشوف دينيز اعلى في البيت وهي بتفكر في جوزها. وبتبعت له رسالة وبتطلب منه يقابلها. فبيجي قتيش وبتروح دينيز تسأله بكل هدوء واخنها كم مرة. فبيسكت شوية وبيقولها ان هو مش فاكر. فدي نسبة انصدم اكتر. وبتطلب منه يلم هدومه ويسيبي البيت فورا. لان هي مش هتقدر تعيش معا من النهاردة. وفي نفس الوقت بتروح زيني بتقابل انجين في مكانهم السري. وبيفضل يتخنق معها لان هي مش بترد على مكالماته. فبتقوله ان هي في الظرف صعبة جدا. وفي مشاكل كتيرة حصلت نين ساعة ما ابوها توفق. فانجين بيعرفها ان هو عاوز يكون جنبها علشان يعده من الازمة دي مع بعض. وفي الوقت ده بنروح لعلي وبنشوفه هو خارج من بيت ضياء. وقبل ما يمشي بيروح ضياء يدي له مبلغ. وبيطلب منه يحتفظ بيه لانه عارف ظروفهم الصعبة. وبعد شوية بيتصل ضياء على نارين. وبيكون واضح ان هما يعرفوا بعض من زمان. وبيطلب منها ان هي تقنع جوزها ان هو يبيع له المزرعة. وفي المقابل هيديها مت الف ليرة. والتاني يوم بتصحب دينيز وبتلاقي جوزها لسه موجود في البيت. وبيكون بيحضر الفطر لبنته. فبتروح تتخانق معها لان هي طلبت منه يمشي. لكنه بيقول لها ان هو مش هيمشي لان ده بيته. وان هو عاوز يرجع يعيش معها تاني. وبيفضل يفكرها بكل المصاريف اللي صرفها عليها وبيزلها بيهم. فدينيز بتقول له ان هي ما بقتش عاوزة حاجة منه. وبتقول له ان هي هتاخد بنتها وهيروح يعيشه في بيت المزرعة. وعلى الجانب التاني بنشوف علي ونارين بيتناقشوا مع بعض في موضوع المزرعة. وبيكون عليه لسه متردد لان المبلغ اللي ضياء عارضه عليه اولي جدا. وبعدها بيروح هم الاتنين يعودوا على الصفرة مع زينب. وبتفضل نارين تلقح بالكلام على زينب. وده لان هي شافتها مبارح مع انجين. فطبعا زينب بتتوتر وبتحاول تغير الموضوع بسرعة قبل ما اخوها ياخد باله. وبعد شوية دينيز بتوصل للمزرعة وبتروح تسلم على اختها. وبعدها على طول بيوصل ماهر محام العيلة. وبيعتذر لهم لانه مقدرش يحضر جنازة ابوهم. لان هو كان عنده ظروف. وبعدها بيجمع التلات اخوات مع بعض. وبيعرفهم ان ابوهم ساب لهم وصية. وبتبدأ دينيز تقرى الوصية وابوها بيكون كاتب لهم ان هو بيحبهم. وبيعتذر لهم لانه مقدرش يفتحهم في حوار الديون. وبيطلب منهم ما يبيعوش المزرعة وانهم يسددوا الديون باي شكل. وفي الاخر بيعرفهم ان الدينيز هي اللي هتكون مسؤولة عن المزرعة من بعده. لان هو مش بيسك في حد غيرها. فطبعا زينب بتتعصب جدا وبتسيب المكان وبتمشي. وبتروح دينيز وراها وبتحاول تهديها. لكنهم بيتخانقوا سواء. ولكنهم بيسمعوا صوت شخص بيتخانق فبيرجعوا بسرعة للبيت. وبيكتشفوا ان علي بيتخانق مع محصل الديون. لان هو عاوز ياخد عربية ابوهم. وبيفقد علي عصابه وبيرفع السلاح عليه علشان يتلوا. ولكن اخواته وابنه بيمنعوا في اللحظة الاخيرة. وبالليل الشرطة بتوصل للبيت وبتقبض على علي لانه محصل الديون رفع عليه قضية. فبسرعة البنات بيروحوا رأخهم للإسم. وبتدخل زينة بتقابل رئيس المباحث والمفاجأة ان هو انجين. فبتطلب منه المساعدة علشان الشرطة تفرج عن اخوها. فانجين بيعرفها ان الراجل اللي رفع القضية لازم يتنزل عنها. وما فيش اي حل تاني. فبتروح زينة بتعرف اختها بالله حصل. وبيقرروا يتصلوا بماهر علشان يتصرف. فبيرجعوا للبيت وهناك بيقابلوا المحامة ماهر وبيحكولوا على ما حصل. فبيعرفوا ان الموضوع مش هيكون سهل. لكنه هيحاول يتصرف ويشوف حل. وبعدها بيستأذن علشان يمشي والبنتين بيروحوا يوصلوه. لكنهم بيتصدموا لما بيشوفوا عربية قتيش قدام البيت. وبيكون علي نزل منها. فعلي بيعرف اخواته ان هو اتصل بقتيش وهو اللي خرجوا من الحبس. وبعدها بيروح قتيش يطلب من امراته ان هي تحضر مع المؤتمر الصحفي. لانهم وقفوا عن اللعب. ولازم تكون موجودة لان ممكن اللجنة تغير رأيها. ويرجعوا للنادي تاني. فبالفعل بتحضر تاني يوم دينيز المؤتمر الصحفي معاه. وبتبرق جزها من قضية الاختصاب. وبعد ما المؤتمر بيخلص بتروح تركها للعربية مع جزها وبيمشو. وبتطلب منه يوصلها للبيت. ولما بيوصلوا لهناك بيتصدم قتيش لما بيشوف شنط دينيز برا البيت. فبيتخاني قتيش معها وبيطلب منها تعقل. لكنها بتقول له ان هي مش عاوزة تعيش معها تاني. وبتعرفوا ان هي هتعيش في بيت المزرعة مع اهلها. وبتطلب منه يخرج برا حياتها لان هي ما بقتش طيقها. وبتركب عربيتها وبتمشي. وفي نفس الوقت بيوصل مجموعة من موظفين البنك للمزرعة. وبيعرفوا علي وزينب ان صدر قرار بالحاجز على المزرعة لحد ما يدفعوا الديون اللي عليهم. وبيطلبوا منهم يليموا حاجتهم ويخرجوا برا المزرعة في اسرع واق. وبعد شوية بيروح رئيس النادي يقابل قتيش. وبيعرفوا ان ظهور مراته في المؤتمر الصحفي يحسن كتير من موقفه. وان هو هيقدر يلعب في النادي تاني. وبنرجع للمزرعة تاني وبنشوف الموظفين وهم بيقفلوا المزرعة. وبعدها بنشوف اسر دينيز وهم شايلين شناتهم ومشيين في الشارع. وبالصدفة دينيز بتشوفهم. فبتنزل من العربية وبتسألهم اللي حصل. فبيفهموها اللي حصل. وطبعا دينيز بتتوتر جدا ويتكون مش عارفة تعمل ايه. فزينب بتقولهم ان الخل الوحيد انهم يروحوا يعيشوا في كوخ خالتهم القديم. لان ده البيت الوحيد اللي هم بيملكوه حاليا. وفي نفس الوقت بنتعرف على صمد مدير عمل اتيش. وبيروح يعرف اتيش ان هو جاء له اروق كتير من اندية مشهورة في اسطنبول. لكنه لازم يظهر كتير في البرامج التلفزيونية مع دينيزة علشان يحسن من صميته. ولكن اتيش بيعرفوا ان امرأة وصابت له البيت ومشيت. وهو مش عارف يتصرف ازاي معاها. وفي نفس الوقت اصر دينيز بيوصلوا للكوخ بتاع خالتهم. واللي بيكون قديم وضيق جدا. فوقتها روية بتفقد عصابها. وبتزعف امها لان هي السبب في كل اللي حصل. وبتقول لها ان هي عاوزة ترجع تعيش في بيت ابوها تاني. فبيروح عليه يتكلم مع روية وبيحاول يلطف الجو. وبياخدها جولة حوالين الكوخة علشان تهدئ عصابها. وطبعا دينيز بتنهر ملاياته وبتكون مش عارفة تتصرف ازاي. فبتروح اختها تقوى جنبها وبتحاول توسيها. وبعد شوية الزينب ودينيز بيروحوا يشتري شوية طلبات للبيت. وبالصدفة بيقابلوا ضياء. فبيعرفهم ضياء ان هو اتفق على بيع المزرعة مع اخوهم مقابل عشرة مليون ليرة. وطبعا وقتها البنتين بيفقدوا عصابهم وبيتخنقوا معاه. وبيعرفوا انهم ما عندهمش مزارع للبيع. وبعدها بيرجعوا البنت بسرعة. وبيتخنقوا مع عالي اخوهم لانه بيتصرف من دماغه. فعالي بيقول لهم ان دي فرصة كويسة بالنسبة لهم. وهيكونوا اغبية لو فكروا يرفضوها. وبالليل بنشوف قتيش وصمد مع بعض في مالها ليلي. فبالصدفة بيشوف قتيش اللاعب اللي شتم مراته. فبيحاول قتيش يتملك عصابه علشان ما يعملش مشكلة. ولكن اللاعب بيغلط في مراته تاني. وطبعا قتيش مش بيقدر يمسك نفسه. وبيضرب اللاعب وبيمشي. والمشكلة ان كان في شخص جوه المالها الليلي وصور كل اللي حصل. وكمان الفيديو بيوصل لدينيز. وبتكون متضايقة لان جوزها راح يخرج ويشرب ونسي كل حاجة بسهولة. وتاني يوم اسر الدينيز بيصحوا من النوم. ومش بيلاقوا دينيز في البيت فبيستغربوا جدا. وعلى الناحية التانية بنشوف دينيز دخلة لمحل مظاهرات. وبتقول للبيع ان هي عايزة تبيع خاتم جوازها. فالبيع بيستغرب جدا. لان الخاتم شكله غالي وقيم جدا. ولكن دينيز بتعرفه ان هي بتمر بازمة مالية. وبعد شوية البيع بيتصل على قتيش وبيعرفه ان امراته وبعتله الخاتم. ومحتاجه فلوس في اسرع وقت. فبسرعة بيروح قتيش يقابل البيع وبيشتري منه الخاتم تاني. وبعد شوية بتتصل دينيز على اختها. وبتطلب منها تجمع كل الاسرة ويقابلوها في المزرعة. ولما بيوصلوا لهناك بيقابلو دينيز. وبتفاجئهم ان هي دفعت الديون اللي على المزرعة. وطبعا العيلة كلها بتفرح انهم هيرجعوا يعيشوا هنا تاني. مع عادة نارين اللي بتكون متضايقة. ولكن بتحاول ما تبينش غضبها. علشان ما حدش ياخد باله من حاجة. وفي الوقت ده بتروح نارين تقابل ضياءه بتعرفه اللي حصل. فبيطلب منها ما تقلقش لان هو مخطط لكل حاجة كويس. وفي نفس الوقت بيوصل قتيش للمزرعة وبيشوف مراته قاعدة مع ماهر. فبيتعصب على مراته وبيسألها هي ليه بتقعد مع الراجل ده كتير. فبتطلب منه ما يدخلش في حياتها الشخصية. وبتسأله هو جاي ليه. فبيتوتر قتيش وبيقولها ان هو جاي يشوف بنته علشان وخشته. وفي نفس الوقت بتروح زينا بتقابل انجين وبتقرر ان هي تنهي علاقتها معه وبتسيبه وبتمشي. وبعد شوية بتقعد دينيز مع عسرتها علشان يتغده. وبيروح قتيش يقعد معهم. وبيعرف دينيز ان هو مضلها على عقد شغله مع شركة ملابس مشهورة. فطبعا دينيز بتتعصب لانه بيدخل في شغلها. وبتسأله عن شروط العقد. فبيعرفها ان شرط العقد هو انها تحضر كل مبارياته. وما ينفعش ينفصله عن بعض طول ما العقد ساري. وطبعا دينيز بتتدايق اكتر. لان هو حطها قضام الامر الواقع. وبيحاول يليو ادراعها بالفلوس. وبتكون مش عارفة تتصرف ازاي. وبالليل بيروح قتيش يسدد كل الديوم بتاعت علي. ولما بيوصل البيت بيعرف دينيز باللي هو عمله. فطبعا دينيز بتفرح من جواها ولكن ما بيبينش. وبعدها قتيش بيستأذن علشان يمشي. لكنه بيقابل زينب قدام البيت وبتقوله ان هي شافت اسم واحدة ستة كانت بترن على الصبح. وبتقوله ان هي مش هتسمح ان هو يلعب بمشاعر اختها اكتر من كده. فقتيش بيطلب منها توضي صوتها علشان اختها ما تسمعش. ولكن في اللحزة دي بيبصوا جنبهم وبيلعوا دينيز. وبتكون سمعت كل حاجة. فبتفقد دينيز اعصابها وبتتخانق معه وبتتهم ان هو خاين وجبان. وعلي بيسمع صوتهم فبيخرج ويشوف في ايه. فبتروح دينيز تجيب بندقية ابوها وبتهدد بها قتيش. فعلي بيروح يقف وسطهم بسرعة علشان اخته ما تعملش حاجة. وبعدها بياخد قتيش وبيمشوا من المكان. وبعدها بتروح دينيز تتصل على المحام ماهر. وبتقول له يساعدها لان هي عايزة تطلق من جوزها. وبعد شوية بتروح تقابله وبتقول له ان هي عاوزة تطلق من قتيش. لكنها عاوزة الموضوع يخلص في سرية تما من غير اي مشاكل. فماهر بيقول لها ان هو هيسلمها ورقة الطلق ولازم هي وجوزها يمضع عليها. والتاني يوم بيتصل قتيش على مراته وبيحاول يصالحها. فبتقول له ان هي جاياله البيت علشان يتكلمه في موضوع مهم. وفي نفس اللحزة بيروح عليه يقول لزينب ان هو لقى شغل في مغزن ابن اخت ضياء اللي اسمه يعقوب. وهيبدأ يشتغل من النهاردة. فبتتوطر زينب لان هي مش مرتاحة للعيلة دي. ولكن عالي بيطلب منها ما تقلقش لان هي عاوزة مختلف تماما عن خاله. وفي نفس الوقت بتوصل دينيزة عند جوزها وبتفاجه بورقة الطلق. وبتطلب منه ويمضع عليها علشان يخلصوا الموضوع. ولكن طبعا قتيش بيرفض وبيقطع الورقة. وبيقول لها تاقل وترجع عن اللي في دماغها. ولكن دينيز بتعرفه ان هي مش هتستحمل تقد معها اكتر من كده. وبتهدده ان هي هترفع علي قضية علشان يطلقها غزبة عنه. وبعدها بيتصل قتيش على صامد. وبيطلب منه يجمد كل حسابات دينيز. وبعد شوية بتروح دينيز تقابل اخوتها وبتعرفهم ان هي هتزرع الارض بتاعتهم. وبعدها هتعمل مشروع خاص بيهم علشان الناس يجوا يشتروا الفكهة والخضرات من عندهم. وبعدها بتروح مع علي علشان يشتروا البزور اللي هيزرعوها. لكنها بتنصدم لما بتعرف ان البطاعة الاعتمانية بتاعتها مش شغالة. فبتفهم على طول ان قتيش بيحاول يلو دراعها. فبتتصل عليه وبتقوله ان هي مش هترجع في قرارها مهما عمل. فقتيش بيطلب منها تحضر معا النهاردة بالليل حفلة العقد الجديد بتاعها علشان يتفهمه سوا. وبعد شوية بتروح دينيز للبنك علشان تعرف القرض بتاعها توافق عليه ولا لا. فالموظفة بتعرفها ان هو توافق عليه ولكن القرض باسم جوزها. ولازم بيكون موجود علشان يمضي عليه بنفسه. فدينيز بتعرفها ان جوزها مشغول. وبتقول لها ان هي هتاخد منها الورقة وهتخليه يمضي عليها في البيت. وهترجع لها تاني بكرة. وبعدها بترجع دينيز للبيت وبتلبس هدوم شيك جدا. وبتستعد للحفلة وبيكون واضح كده ان هي بتخطط لحاجة. وبتوصل هناك وبتتصرف بشكل طبيعي مع جوزها. والصحفيين بياخدلهم كمسورة مع بعض. وفجأة دينيز بتقوله قدام الصحفيين ان هي اتفقت عالطلاء مع جوزها. لكن علاقتهم هتفضل كويسة مع بعض علشان بنتهم. وطبعا قتيش بينصدم. وبيكون مسك اعصابه بالعافية. وبعدها بيركب العربية معها علشان يوصلها البيت المزرعة. لكنها بتطلب منه يوصلها لبيتها. وفي نفس اللحزة بنشوف علي بدأ شغل في مغزن يعقوب. وبيلاحز ان في بضاعة شكلها غريب بتتنيل في عربيات تانية. فبيسأل يعقوب عن نوع البضاعة دي. فبيعرفوا ان هي بضاعة غير قانونية. لكنهم بيكسبوا من وراها فلوس كتير. وبيعرض على علي انهم يحطوا البضاعة في نخزن المزرعة. وفي المقابل هيدلوا فلوس كتير جدا. ولكن علي بيخاف وبيرفض. وخاصة ان هو لسه خارج من السجن وعاوز يبدأ صفحة جديدة. وبعد شوية بيرجع يعقوب للبيت وهناك بيقابل خاله ضياء. وبيعرفوا ان علي رفض عرضه. وبيسأله هو ليه مهتمة او بالمزرعة بالشكل ده وعاوز يشتريها منهم. فضياء بيعترف له ان والده كان شغال عامل في مزرعة غالب. لكنه في يوم سرق فلوس من عندهم وغالب عارف اللي حصل وسجنه. وعلشان كده ضياء عاوز ينتقم من عائلة غالب كلها. لان هو مش قادر ينسى اللي تعامل في ابوه. وفي نفس الوقت بنشوف دينيس في بيتها وبتقدر ان هي تسرق الامضة بتاعي الجزهة. وكمان بتزورها وبتكتبها على ورقة القرد. وتاني يوم بيتصل علي على يعقوب وبيقول ان هو فكر في كلامه ووافق على عرضه. وفي نفس الوقت بتوصل دينيس للبنك وبتسلم ورقة القرد للموظفة. وبيتوافق لها على القرد لكن بعد شوية الموظفة بتشوف الفيديو بتاعها. وبتكون بتقوله قدام الصحافة ان هي هتطلق من جوزها. فبتحس هنا ان في حاجة غلط. فبسرعة بتتصر الموظفة على قتيش وبتبلغه باللي بيحصل. وطبعا قتيش بينصدم. لان امراته خدعته بالسهولة دي. لكنه بيقرر يكمل في اجراءات القرد لسبب ما. وبعدها بيتصل علي امراته وبيقولها تقابله بالليل في المطعم. لان هو عاوزها في موضوع مهم. وبالليل زينب بتشوف اخوها هو خارج من المجزن. وبيكون دخل السندق المشبوهة بتاعت عقوب. فبتسأله بيعمل ايه هنا في الوقت ده. فبيتوتر ومش بيقدر يرود. وبنرجع تاني لقتيش ودنيز وهم في المطعم. وقتيش بيعرفها ان هو اكتشف اللي هي عملته. وبيفجعها ان هو كمل في الاجراءات علشان تاخد القرد. لكن هو عنده شرط. والشرط هو انها ترجع لبيتها وبنتها. ويرجع ويعيش وحياتها باية سوى. فبتضطر دنيز هنا ان هي توافق. لان ما فيش حل تاني قدامها. بترجع للمزرعة وبيتلم هدمها وبترجع لبيتها مع جوزها. وفي نفس اللحظة بيروح يعقوب يعرف خيله ان خطتهم نجحت. وحاليا البضاعة المشبوهة وصلت لمغزن المزرعة. والتاني يوم بيصحى اتيش وبيتفاجأ ان امراته غيرت دكور البيت. فبيفرح جدا وبيحس ان هي فعلا رجعت تحبه تاني. وبيروح يعتذر لمراته على كل التصرفات الطيشة. وبيوعدها ان هو هيتغير علشانها. فدي نسبة ابتسهم له وبتعرفه ان هي مسامحة. لكنها بتطلب منه ويتنزل لها عن نصبه في الشركة. فبيوافق اتيش على طلبها. وفي نفس اللحزة بنشوف علي هو بيفحص السندق المشبوهة. ونارين بتدخل عليه وبتزعق له. وبتقول له مالوش دعوة بالبضاعة دي. لان ممكن يودي نفسه في داهية. فعالي بيعرفها ان هو قلقان جدا خاصة ان زينب شافتهم بارح. لكن من حصن الحظ ان هي صدقته لما كذب عليها وقال لها ان هو كان بينضف المخازن. لكنه حاسس ان هو هيتكشف قريب. وفي نفس اللحزة بنشوف زينب بتتكلم مع ستة عجوزة من جرانها. والستة دي بتطلب منها ان هي تحضر الشربة اللي بتصنعها من العشاب الطبيعية. لان في شاب مريض جدا ومحتاج الشربة دي. وبتعرفها ان الشاب ده اسمه سليم وغني جدا. وهيتفع لها مبالغ ضخمة. وفي نفس اللحزة بتوصل دينيز للبنك. وبتعرف موظفة البنك ان هي هتلغي القرض اللي هي اخدته. وعلى الجانب الاخر بنشوف قتيش بيتمرن في النادي. وبيجي له اتصال من ست اسمها غاية. فبيتوتر جدا ومش بيرد عليها. وبعد شوية بتوصل زينب لبيت سليم وبتفضل تخبق كتير ولكن ما حدش بيفتح لها. فبتضر ان هي تدخل وبتروح تفتح الستاير لان الدنيا ضلمة. وفجأة بيظهر سليم وراها وبيتعصب عليها لان هي فتحت الستاير. وبيتردها سليم بالرشقة خالص. وفي نفس الوقت بيتصل ضياء على انجين. وبيبلغوا ان في بضاعة غير قانونية موجودة في مخزن المزرعة. وبنرجع للنادي تاني وبيتصدم قتيش لما بيشوف غاية قدامه. وبتقول له ان هي افتقدته جدا. وان هي عاوزة ترجع له تاني. ولكن هاتيش بيصدها وبيقولها ان هو بيحب امراته ومش هيسمح لنفسه ان هو يخلها تاني. وبيقول لها تمشي وما ترجعش. فغاية بتتعصب عليه وبترجع لشغلها. وبتطلب من السكارترا بتاعتها ان هي تجيب لها كل المعلومات اللي تقدر توصل لها عن دينيز. وبالليل بنشوف دينيز واسرتها بيتعشوا سوا. وفجأة الشرطة بتوصل عندهم وبيعرفهم انهم معهم اذن النيابة بتفتيش المزرعة. لان في بلاغ متقدم ضدهم بوجوب بضاعة مشبوهة في المخازن. وبالفعل الشرطة بتدخل تفتش لكن الصدمة انهم مش بيدوه اي حاجة. وبيكون علي مصدوم جدا ومش فاهم هي البضاعة اختفت فين. فبيروح يفتش في المخازن ووقتها بيلاقي زنب قدامه. وبتضربه بالقلم على وشه. وبتقوله ان هي نقلت البضاعة على كوخ خليتهم. وبتشتمه لان هو كان هيودهم كلهم في دهية. فبيعتذر لها علي على اللي هو عمله. وبيقول لها ان هو اضطر يعمل كده علشان محتاج فلوس. والمراته كانت بتضغط عليه علشان يوافق. فالزنب بتستغرب جدا وبتقوله ان اكيد نارين شغل الحساب ضياء. وبتقوله يحزر منها لان الستة دي مش سهلة. وممكن ترجعه للسجن تاني. وبعدها بيتفقوا سوا على الخطة اللي هيوقع بيها ضياء. وبعد شوية بيروح عليه يقابل ضياء في بيته. وبيتظاهر ان هو مصدوم جدا من يعقوب بسبب اللي عمله فيه. فضياء بيعتذر له على اللي حصل. وبيوعده ان هو مش هيعرضه للموقف ده تاني. وبعد ما علي بيمشي بيروح ضياء يتصل على نارين. وبيحكي لها كل اللي حصل. وبيطلب منها ترقب جزها الفترة اللي جاية. علشان يعرفه هو نقل البضاعة فين. فنارين بتقوله ان هي شكة ان انجين هو اللي در على علي. وده لان في علاقة بينه وبين زينب. والتاني يوم بيتصدم قتيش لما بيشوف رسالة وصلت على الموبايل بتاع مراته من سمسرة عقارات. وبيفهم ان الدنيز عاوز اتشوف له شقة تانية وتطرده بر بيته. لكنه بيتملك عصابه ومش بيرضع يواجهها. لحد ما يشوف هي عاوزة توصل لايه? وفي نفس الوقت ده بتعرف غاية ان الدنيز بتدور على مستثمر علشان يشاركهم في مشروعه الخضار والفاكهة اللي عاوزين يعملوه. فبيتقرر غاية ان هي تستثمر في مزرعة الدنيز علشان تحاول تقرب منها. وفي نفس الوقت بيروح قديش يقابل سمج. وبيعرفه ان هو مصدوم في امراته. لان هي لغة القرد اللي كانت عايزة تاخده. وبتدور له على شقة تانية علشان يقعد فيها. وبيقول له ان هو حاسس ان هي بقى بتكرهه. ومعتبرات دلوقتي عادو. وبيكون مش عارف ازاي يرجع علاقته بيها زي ما كانت. وفي نفس اللحظة بتعرف دنيز ان السكرتير بتاعها ان في سيدة اعمال اسمها غاية عايزة تستثمر في مزرعاتهم. وعاوزة تقابلها علشان يتفق على الشغل مع بعض. وفي الوقت ده بتروح الست العجوزة تعرف زينب ان الشربة عجبت سليم جدا. وبتطلب منها تحضر له طبق تاني. ولكن زينب بترفض. لان هي تهانت منه المرة اللي فاتت. فالست العجوزة بتطلب منها تعذره لان هو مريب بمرض خطير. واحيانا بيتصرف بالشكل ده يغزب عنه. وبتعرض عليها مبلغ اكبر فبتضطر زينب ان هي توافق. وبتروح تحضر له الشربة. وبعد شوية بتروح دنيستي قابل غاية وبيتفق مع بعض عالشغل. وفي نفس الوقت بتوصل زينب لبيت سليم وبتسيب له الشربة وبتمشي. لكن وقتها بتسمع الصوت غريب. فبترجع تاني وبتلاقي سليم واقع على الارض. فبتنقله بسرعة للمستشفى. وبعدها بيروح الطبيب يشكر زينب وبيعرفها ان هو يبقى اخوه. وبيقول لها ان سليم مصب بسرطان المخ وفي مرحلة متأخرة. واحيانا بيتجي له نوباته مش بيقدر يتحكم في نفسه. فطبعا زينب بتنصدم. وبتكون مش عارفة تقول له ايه. وبعد شوية تلت اخوات بيتجمعوا مع بعض وبيعرفوا دينيز بحوار البضاعة المشبوهة. وطبعا بتنصدم لانهم كانوا مخبئين عليها حوار مهم زي ده. لكنهم بيطلبوا منها ما تقلقش لانهم زبطوا كل حاجة. وتاني يوم الشرطة بتقطحن بالضياء. وبيبضوا عليه لانهم لقوا البضاعة المشبوهة في المغزن بتاعه. وبعدها الاخوات بيتجمعوا تاني. وبيفرحوا جدا بنجاح خطتهم. وبيكونوا شامتانين في دياء. ولكن مش بيعدي وقت طويل وبيلقوا دياء جاي عليهم. وبيعرفهم ان يعقوب اعترف على نفسه علشان يخرجوا من السجن. وكمان بيقول لهم ان الزينب على علاقة برئيس المباحس انجين وبيعرفهم ان هو هيفضحها. وبيسيبهم وبيمشي. وطبعا اخوات زينب بينصدموا فيها لما بيعرفوا ان هي على علاقة براجل متجاوز. وبعد شوية بترجع دينيز لبيتها والمرة دي بتقرر ان هي تسامح اتيش. وتبدأ معها صفحة جديدة. لان كل الناس يستحقوا فرصة تانية. فاتيش بيفرح جدا وبيعيدها ان هو عمره ما هيغزلها. وبعد شوية بتبعت غاية رسالة لاتيش. وبتعرفوا ان هي عاوزة تشوفه لان في حاجة مهمة لازم يعرفها. ولكن اتيش مش بيرد عليها. فبتصل غاية على دينيز وبتعرفها ان هي هتزورها بكرة في البيت. علشان يتفقوا سوى على شروط العقد. وعلى الجانب الاخر بيوصل علي لمركز الشرطة. وبيدخل مكتب انجيني وبيتهجم عليه. وبيهدد ان هو هيزيل لان هو كان على علاقة باخته. فبسرعة الناس بيدخلوا ويفضوا الاشتباك وبيحبسوا علي في زنزانة. وبعد شوية بتعرف زينب ان اخوها محبوس في الاسم. فبتروح لهناك وبتتخاني مع انجين. وبتطلب منه يفرج عن اخوها. وبعد شوية بتخرج زينب مع اخوها من الاسم. وبتفضل توبخ فيه لانه كان هيضايع نفسه. والتاني يوم بتتجمع دينيز مع اخوتها وبيستنوا غاية لحد ما توصل. فبتسيبهم نارين وبتروح تكلم ضياء. وبتعرفهم ان دينيز اتفقت مع سيدة اعمال ان هي تستسمر في المزرع بتاعتهم. فضياء بيقول لها ان هو كان عامل حساب حاجة زي دي. وبيقول لها ما تقلقش لان هو هيباوز الخطة بتاعتهم. وبعد شوية غاية بتوصل وبيروحوا يستقبلوها. وبيعودوا معها علشان يتفقوا على شروط العقد. وبعدها بيوصل سليم للمزرعة. وبيروح يقابل زينب وبيديها فلوس مقابل ان هي وصلته للمستشفى. فبتقولو ان هي مش عايزة فلوس منه. والمفروض ان هو كان يشكرها بدل ما يديها فلوس. وبتحرجه جدا في الكلام فبيسيبها وبيمشي. وبعد شوية بيوصل قتيش للمزرعة. وبيتصدم بوجود غاية قدامه. لكنه بيحاول يتصرب بشكل طبيعي علشان مرته ما تحسش بحاجة. وبعدها بتستأذن غاية وبتروح لحمام. فقتيش بيروح وراها وبيتعصب عليها. وبيسألها هي جاة تعمل ايه هنا. فبتقولو ان هي جاة تشوفه لان هو مرضش على رسالتها. وبتطلب منه يجي يزورها في البيت علشان محتاجة تتكلم معه في موضوع مهم. وبالليل بيرجع قتيش للبيت مع امراته. وبيقولها ان هو مش مرتاح لغاية. وبيطلب منها تفسخ العقد معاها. ولكن دي نسبة ترفض لان دي فرصة كويسة بالنسبة ليهم. ومش هيقدروا يلاقوا فرصة زيها تاني. وفي نفس اللحظة بيتصل الدكتور مارت اخو سليم على زينب. وبيعتذر لها على اخوه عمله. وبيعرفها ان اخوه بيمر بالظروف نفسية صعبة لانه رفض العلاج. والاطباء كلهم قالوا انه قدامه كم شهره يموت. فبتحس زينب بتقنيب الضمير. لان هي زعلته. وبتكون مش عارفة تعوضه ازاي. وتاني يوم بتروح نريم مع اصلاه للمستشفى علشان يعمل التحاليل التورية. وهناك بتقل دويجو وبيشده مع بعض في الكلام. فدويجو بتعرفها ان هي شافتها وهي خارجة من بيت راجل غريب. وبتهددها ان هي ممكن تفضحها وبتسيبها وبتمشي. وفي نفس الوقت بنشوف زينب بتتكلم مع ماهر عن اخواتها. وبتقول له ان هي ازعلنة منهم جدا لان محدش فيهم عاوز يفهم منها ايه اللي حصل مع انجين. وحكموا عليها ان هي ست وحشة من غير ما يسمعوا منها. فماهر بيوسيها وبيقول لها ان هي مش وحشة. وان هو عارف ان هي انهت علاقتها بانجين لما عارفت ان هو متجوز. وبيعرفها ان هو هيفضل دايما جنبها. وهيدعمها لحد ما اخواتها يعرفه الحقيقة. وفي نفس الوقت بيوصل قتيش عند غاية. وبيسألها هي كانت عوزة منه ايه? فبتعترف له ان هي خلفت منه ولد اسمه اي في. لكنها خافت تقول له زمان علشان ما يسيبهاش. وطبعا قتيش بينصدم. ومش بيقدر ينتقب ولا كلمة. وفي نفس الوقت بتوصل دينيز مع اخواتها للسوق علشان يشتروا الادوات اللي هيحتاجوها للمشروع. ولكن البايعين بش بيرضوا بيعولهم اي حاجة لان سمعة زينب بقت سيئة جدا. فبتتعصب دينيز عليهم وبتسيبهم وبتمشي. وبعدها بتاخد اخواتها وبيروح يقف قدام البحر. وبتنهار زينب من العياط وبتعرفهم ان ان انجين دحك عليها وكان مفاهمها ان هو مش متجوز. ولما عرفت ان هو كذاب حاولت تبعد عنه. لكن هو كان بيطاردها في كل مكان. وبتقول لاخواتها ان هي ازعلنة منهم جدا لانهم مرديوش اسمعوها. بالرغم من انها كانت دايما بتسمع مشاكلهم وبتحلها. فبسرعة بيروح اخواتها يحضنوها وبيعتزروا. وبعدها دينيز بتكلم بيع كبير في اسطنبول. وبتطلب منه يبعت لهم كل المعدات اللي هيحتاجوها في المشروع بتاعهم. وبعد شوية بتسيبهم زينب وبتروح لبيت سليم. فبيتفاجئ بوجودها وبيسألها هي بتعمل ايه هنا. فبتعرفوا ان هي جاية تحضر الغدا وهتمشي على طول. وفي الوقت ده بيقرر اتيش ان هو يرجع لبيت غاية علشان يتعرف على اي فيه ابنه. وبيحاول يقرب منه وبيكون متأثر جدا ان هو شايف ابنه قدامه. ومش عارف يعترف له ان هو ابو الحقيقي. وفي نفس الوقت ده بتخرج زينب من بيت سليم وبتتصل على اخوه. وبتسأله لو في علاج لمرة سليم. فبيقول له عن العلاج الوحيد ان هو يعمل عملية ويستقصل الورن. لكن في احتمالية كبيرة ان هو ممكن يتصاب بشلل كله ويفقد الخركة والنطر. وعلشان كده السليم بيفضل ان هو يموت بدل ما يعيشته لعمره عاجز. وبعد شوية عربية المعدات بتوصل للمزرعة والاخوات بيفرحوا جدا. وبيستعدوا علشان يبدأوا شغل. وبعدها نارين بتتصل على ضياء وبتعرفوا اللي حصل. فبسرعة ضياء بيطلب من واحد من رجالته ان هو يروح يولع في كل المعدات. وفي نفس اللحزة بيكون قتيش قاعد بيتعشى مع امراته. وبيكون عاوز يعترف لها بحقيقة ان هو ابن غير شارعي. لكنه بيخاف ان علاقتهم تنتهي للابد. وبعدها اخوات دينيس بيتصلوا عليها. وبيعرفوها ان ضياء ولع في كل المعدات. فبسرعة دينيس بتروح للمزرعة. وبيكونوا كلهم مش عارفين يتصرفوا ازاي. فبتاخد زينب بندقية ابوها وبتروح تهدى الضياء في بيته. وبتقولوا يبعد عن حياتهم بدل ما تقتلوا. وتاني يوم بتتصل غاية على قتيش وبتقولوا ان هي جابت اخرها معاه. وبتعرفوا ان هي رايحة لدينيس وهتعترف لها بكل حاجة. فبسرعة قتيش بيانهي معها المكالمة وبيتحرك على هناك. وعلى الجانب الاخر بتوصل زينب للمستشفى علشان تجيب تحليل اسلام. وبتتصدم لما بتلاقي فصيلة دم اسلام مختلفة عن فصيلة دم الاب. وطبعا زينب بتتخد جدا لان ده لاش غير معنى واحده هو انه اصلا مش ابن اخوها. وفي نفس الوقت بيوصل قتيش لبيته. وبيقابل مراته. ومش بيعدي وقته طويله وبيلاقي غاية وصلتها كمان. وطبعا قتيش بيتوتر جدا وبيحاول يتعامل بشكل طبيعي. علشان مراته ما تاخدش بالها من حاجة. وبعدها بيقعدهم التلاتة مع بعض وبيتكلموا في الشغل. وبيبعد قتيش رسالة لغاية. وبيقول لها ان هي لو قالت اي حاجة لمراته هي تعلاقتوا بيها فورا. فبتقرر غاية ان هي ترجع في كلامها. ومش بتكلمها في حاجة وبعد شوية بتمشي. وبنرجع للمزرعة وبنشوف الشرطة وصلت لهناك. وبيقبضوا على زينب بتهمة ان هي هددت ضياء بالاتل. وبعد شوية بتوصل زينب لمكتب انجين. وبيفضل يوبخها بالسبب اللي هي عملته. وبيعرفها ان ضياء مش هيتنزل عن القضية ونوى ان هو يحبسها. وفي الوقت ده بنشوف غاية قاعدة مع المساعد بتاعها اللي اسمه تايمور. وبتطلب منه يجيب لها دعوة لحفلة العقد الجديد بتاعت قتيش اللي هتتعامل بكرة. علشان توقع بين قتيش ومراته بشكل غير مباشر. لان هي قررت ان هي تروح لهناك. وفي نفس اللحزة بيتصل علي على دينيز. وبيعرفها ان خطوه متقبض عليها. فبسرعة بتنهي مع المكالمة وبتتحرك على الاسم. وبعد شوية بتوصل هناك وبتعرف من ماهر ان موقف زينب القانون يضعيف. وفي احتمال كبير ان هي تتسجن ولازم ضياء يتنزل عن القضية. فبتقرر دينيز ان هي تروح لضياء. ولما بتوصل بتسأله عن طلباته علشان يتنزل عن القضية. فبيقولها ان هو عاوز يكون شريك معهم في مشروعهم الجديد. فطبعا دينيز بتتوتر وبتكون مش عارفة تتصرف ازاي. فبترجع للاسم وبتقابل اختها وبتعرفها باللي خصل. وبتقولها ان هي موافقة ان ضياء يكون شريك معاهم. ولكن زينب بترفض. وبتعرفها ان هي عندها استعدادة تسجن طول حياتها ولكن ما تشاركش ضياء. وفي نفس الوقت بيروح قتيش يهدد غاية علشان تبعد عن حياته. فبتعرفه ان هي مش هدايقه بعد كده. ولكن بتطلب منه يقعد شوية مع ابنه لان هو ما شفهوش من زمان. فبيوافق قتيش على طلبها. وبعدها بتتصل دينيز على جوزها وبتعرف اللي حصل. وبتسأله هو ما كانش بيرده على الموبايل بتاعه ليه فبيتوتر. وبيقول لها ان الموبايل كان صامت. وبيطلب منها ما تقلقش لان هو جاي علشان يشوف حل في حوار اختها. وبالليل بيروح علي يقول لدينيز ان هو اكتشف ان رجال ضياء اشتروا بنزين كتير في نفس اليوم اللي حرقوا في المعدات. وفي اللحزة دي دينيز بيجي لها فكرة. وبتقول له من هي عارفة الحل. فبتروح دينيز مع جوزها يقابلوا واحد من رجال ضياء. وبيعرفوا ان هم صوروه وبيحرق المعدات. وبيطلبوا منه يعترف في اللي هو عمله بدل ما يتسجن. وبالفعلة بيتطر الراجل ده يسمع كلامهم وبيسجلوا اعترافه. وبعدها بيروحوا لضياء وبيسمعوا التسجيل. وبيهددوا ان هو لو ما تنزلش عن القضية هيسلموا التسجيل ده للشرطة. فبيضطر ضياء ان هو يتنزل عن القضية. وبعدها على طول بتخرج زنب بين السجن. وتاني يوم المساعدة بتاعت غاية بتتصل عليها. وبتعرفها ان في شخص اسمه ضياء عاوز يقابلها بخصوص شغل. وبعد شوية بتروح تقابله. وبيعرض عليها ان هي تشاركه في المزرعة بتاعته لكنها بترفض. فبيقول لها ان هو متأكد ان هي شاركت دينيز بالذات لسبب شخصي. وبيكون متأكد ان هي عاوزة تنتقل من حد فيهم. فبينصح ان هي توقع لخطف بعض علشان توصل لهدفها. فبتقتنع غاية بكلامه. وبتتصل على زينب وبتعرفها ان هي جاءت قابلها دلوقتي. وبعد شوية بتوصل عندها وبتقول لزينب ان هي سمقت ان دينيز بدأت شغل مع رجل اعمال جديد. وان هي هتروح تقابله النهاردة على العشاء. فوقتها زينب بتستغرب. لان اختها اصبحت بتتفق على شغل من وراهم. لكن اللي زينب ما تعرفوش هو ان رجل الاعمال ده طبع غاية. وهي اللي زقته على دينيز علشان توقع بينها وبين اختها. وبرضو علشان ما تخليش دينيز تحضر الحفلة مع جوزها. وبكده تكون ضربة عصرين بحجر. وبعد شوية بتستغل لغاية انشغال زينب. وبتتسلل لقضيتها وبتسرق فردة خلق من هناك. وبعد كم ساعة بتروح زينب تزور سليم لكنها بتلاقيه خارج. فبتسأله هو خارج فين. فبيعرفها ان هو رايح يقابل الدكتور بتاعه. فبتقرر زينب ان هي تروح معه علشان ما تسيبوش لوحده. وبالليل بنشوف دينيز قاعدة في المطعم. وبتكون بستنية رجل الاعمال اللي المفروض هتقابله. لكنه بيكون اتاخر جدا عم عاده. وبتبدأ دينيز تتوتر لان هي وعد الجزء ان هي هتحضر الحفلة بتاعته. لكن مش بيعدي وقت طويل ورجل الاعمال بيوصل. وبيقودوا يتكلموا سوا في الشغل. وفي نفس الوقت بنشوف قديش في الحفلة وبيكون متوتر جدا لان مراته تاخرد. والصحفين بيبدأوا يضايقوا باسئلتهم السخيفة فبيروح يقود لوحده. فبتروح غاية وراه بتتكلم معه بتقدر ان هي تهديه. وبتطلب منه يرجع على الحفلة تاني علشان ما حدش يحس بحاجة. وبتستغل لغاية الفرصة دي وبتحط فردة الحلق في جيب الجاكت بتاعه. وفي نفس اللحزة بنشوف واحد تابع غاية. وبيكون بيصور دينيز ورجل الاعمال وهم مع بعض وبينشر الصور على الانترنت. وطبعا الصور بتوصل لأتيش. وكل الناس والصحفيين بيبدأوا يسألوه لو مراته على علاقة برجل تاني غيره. فساعتها قتيش بيتعصب وبيروح يركب عربيته وبيرجع بيته. وبعد شوية دينيز بتوصل للبيت. وجزهة بيتخانق معها بسبب الموقف السخيف اللي هي حطته فيه. وتاني يوم بتروح دينيز تتكلم مع جزهة. وبتعتذر له لكنه مش بيبقى لعتذارها وبيسيبها وبيمشي. فبتروح دينيز تساعد الخدامة في تنظيف الهدوم. وبتنصدم لما بتلاقي فردة الحلقة بتاعت اختها في جيب جزهة. وفي نفس الوقت ده بيعرف قتيش ان رجل الاعمال اللي امراته كانت معان برح يبقى طبع غاية. فبيتعصب جدا وبيقرر يروح يهزقها. ولكن وقتها دينيز بتوقفه. وبتسأله رايح فين. فبيقولها ان هو رايح يقابل واحد صاحبه. وفي نفس الوقت بتروح زينيز بتفتش في حاجات نارين. وبتشوف حاجة غير متوقع في محفظتها. فبتروح تتخانق مع نارين. وبتطلب منها تعترف اصلا يبقى ابني مين. وعلى الناحية التانية بيوصل قتيش عند غاية. والكرسة ان دينيز كانت ماشي وراه. وبتشوفهم هما الاتنين قاعدين مع بعض في مطعم. وبنرجع تاني لزينب وبيسمع علي صوتها العالي وبيسألها ايه اللي حصل. لكنها مابترضاش تقول له. وبعد شوية بيمشي اقاتيش من المطعم. وبتفضل دينيز ماشي وراه وبتبدأ تشكي فيه. وفي نفس الوقت بيوصل موظف للمزرعة وبيعرفهم ان هو من شركة كاميرات المراقبة. ودينيز هي اللي بعتته علشان يركب الكاميرات. وفي الوقت داها زينب بتتدايق من تصرف اختها لان هي مش بتاخد رأيها في اي حاجة. وبعدها بتروح زينب بتقابل سليم. وبتطلب مساعدته لان هي عاوزة تعمل تحليل دي ان ايه لاصلا? علشان تعرف هو ابن اخوها ولا لا. وده لان سليم اصلا دكتور وهيقدر يساعدها. وبعدها بترجع زينب للمزرعة. وهناك بتقابل اختها وبتتخانق معاها. لان هي ركبت كاميرات من غير ما تاخد رأيها. فدينيز بتعرفها ان هي عملت كده علشان مصلحتهم. وبعدها بتطلع فردة الخلق اللي لقيتها في جيب جوزها وبتديها لزينب. فالزينب بتستغرب جدا. وبتقول لها ان اكيد حد من الولاد هو اللي حطاه هو بيلعب او حاجة. وبالليل بتروح دينيز للمطعم بتاع غاية وبتتفاجئ ان قتيش هناك. وبيكون عامل لها حفلة بمناسبة عيج جوازهم. فبتفرح دينيز جدا. وبتزعل من نفسها لان هي شكت في جوزها. وفي الوقت ده بنشوف ضياء هو بيتكلم مع ابن اخو حسين. وبيطلب منه رأي بكل تحركات غاية. وفي نفس الوقت بيروح صمد يعرف قتيش ان في مجلة ازياء مشهورة عاوزة تعمل جلسة تصوير لمراته. فقتيش بيقول له ان احتمال مراته ما توفقش. ولكن دينيز بتقطع كلامهم. وبتقول لهم ان هي موافقة. وبتطلب من جوزها ان هو يروح معاها كمان. وبعدها هما الاتنين بيطلعوا من المطعم وبيلعوا الصحفيين في كل مكان. وبيبدأوا يسألوا دينيز عن علاقتها برجل الاعمال. وطبعا قتيش بيتعصب وبياخد مراته وبيرجعوا البيت. وتاني يوم بنشوف نارين وهي بتتجسس على زينب. وبتسمعها وهي بتقول اسليم ان نتيجة الدي ان ايه هتبنى قريب. وطبعا نارين بتتراعب. وبتروح تكلم اختها وبتعرفها ان سرها هيتفضح. ولازم تمشي من الميت ولكن اختها بتطلب منها تهدأ. وبتتفق معها على الخطة اللي هيعملوها. وفي نفس الوقت بيتصل رجل الاعمال على دينيز. وبيقول لها ان هو وافق على تمويل مشروعها. ولكن بشرطه هو ان اسمها يكون مكتوب على المنتجات بدل اسم زينب. فدينيز بتحتره وبتقوله ان هي هتفكر وترد عليه. وبعدها بتوصل للمزرعة وبتحكي الزينب عن اللي حصل. فطبعا زينب بتتدايق. لان هي اكتر واحدة بتتعب في صنع المنتجات ومن حقها ان اسمها يكون مكتوب على المنتجات. وبعد كم ساعة بتوصل دينيز لجلسة التصوير. وبعد ما بتخلص بتروح تعمل مقابلة. والمزيعة بتسألها ما تطلقتش من جوزها. فدينيز بتقول لها ان هي فكرت في مصلحة بنتها. وعرفت ان مش من مصلحتها انهم ينفصلوا. وطبعا قاتيش بيتدايق. لان هي قالت الكلام ده بدل ما تقول ان هي لسه بتحبه. فبيسيب المقابلة وبيمشي. وبيكلم غاية وبيعرفها ان هو جاي يشوف ابنه. وفي نفس الوقت بنشوف زينب وسليم مع بعض. ووقتها بتيجي الى طليقة سليم علشان تشوفه. وطبعا زينب بتتحرك جدا من الموقف وبتمشي. فإلى بتقول سليم ما يعلقش البنت بيه اكتر من كده. لان هو رافض العلاج وهيموت خلال فترة قسيرة. وفي الوقت ده بنشوف قاتيش قاعد بيتعشى مع غاية. وبيتكلم معاه عن المشاكل اللي بينه وبين مراته. فبتقوله ان هو شخص ناجح والف بنت تتمنى. ومن الاحسن ليه ان هو ينفصل عنها. وطبعا قاتيش مش بيرتح للكلام ده وبيقول لها ان هو هيمشي. فبتروحها علشان توصله. وفي الوقت ده بنشوف حسين واقف برا البيت وبياخد لهم صور مع بعض. وبعد شوية بيوصل قاتيش للبيت. وبيتخانق مع امراته بسبب الكلام اللي هي قالته. ولكن هي بتكون شايفة ان هي ما قالتش حاجة غلط. فبيسيبها قاتيش وهو متعصب وبيدخل ينام. وتاني يوم بتروح دينيز تعتذر لجوزها. وبتقوله ان هي عاوزة تصلحه ولكن مش عارفة تعمل ايه. فبيطلب منها تحضر الماتش بتاعه النهاردة في انقرة. وفي نفس الوقت ده الزينب بتعرف نتيجة التخليل وبتتصدم. فبتروح تواجه النارينب اللي هي عارفته. ولكن النارين بترد عليها بكل قوة. وبتقولها ان هي لو مشت من هنا هتاخد ابنها معيها. ومش هيشوفوه تاني. وطبعا زينب عارفة ان اخوها متعلق جدا باصلا. فما بترضاش تفضحها. وبتتصل على اختها وبتطلب منها تيجي فورا. لان في موضوع خطير لازم تعرفه. وبعد شوية دينيز بتوصل عندها والزينب بتعرفها ان اصلا مش ابن علي. فطبعا دينيز بتنصدم. وبتكون مش عارفة تعمل ايه. لكنها بتقول اختها انهم ما ينفعش يعرفوا علي الموضوع ده لحد ما يعرفه ويتصرفه ازاي. وبعدها بتستعدي دينيز علشان تسافر لانقرة. وفي نفس الوقت بيكون الماتش بدأ. وقاتيش بيكون متوتر جدا لان امراته لسه ما جاتش. وبيتخدم مع لعب من الفريق التاني. فطبعا بيتطرد قاتيش من الماتش. وبيروح يقاط في قطة لوحده. وبيلاقي غاية جاية وراءه بتحاول تهديه. وبعد شوية دينيز بتوصل للفندق. وبتروح قدد جزها واللي بيكون متعصر جدا. فبتعتذر له على هي عملته وبتحكيله عن سبب تأخرها. فقاتيش بينصدم وبيطلب منها ما تدقيش نفسها. وبيعايدها ان هو هيشوف حل في معضوع نارين. وتاني يوم قاتيش ودينيز بيصحوا من النوم. وبيكونوا تصلحوا وعلاقتهم رجعت كويسة. وبعدها بينزلوا من الفندق وبيستعدوا علشان يمشوا. وبالصدفة دينيز بتشوف غاية وهي خارجة من الفندق. فبتحس ان في حاجة غلب بتحصل. وفي نفس الوقت بيتصل ضياء على غاية وبيقولها ان هو عاوز يشوفها بخصوص موضوع مهم. وفي نفس الوقت بيكون قاتيش في اجتماع مع رئيس النادي وبيعرف ان هو مطرود من الفريق. بالسبب اللي هو عمله في اخر ماتش. وطبعا قاتيش بيتعصب وبيسيبه وبيمشي. وفي نفس الوقت بتروح دينيز تتخانق مع نارين. وبتسألها هي عاوزة منهم ايه وتخرج برا حياتهم. فنارين بتقولها ان هي عاوزة ربع المزرعة. فطبعا دينيز بتتصدم وبتكون مش عارفة تعمل ايه. وبعد كده دياء بيوصل للمطعم بتاع غاية. وبيوريها الصور بتاعتها هي وقاتيش. وبيساومها بيهم. ولكن الغريب ان غاية بتفرح. وبتقوله ان هدفها الاول هو ان دينيز تعرف علاقتهم ببعض. وطبعا دياء بيتصدم جدا. لانه كان متوقع رد فعلها يكون مختلف عن كده. وبنرجع للمزرعة تاني وبنشوف دينيز بتاعتزر لاختها. لان هي كانت بتاخد قرارات كتير من غير علمها. فبتسألها هي عارفت ازاي موضوع رجل العمال. فزينب بتقول لها ان غاية هي اللي عرفتها. فطبعا دينيز بتستغرب اكتر. لان هي ما جابتش سيرة الموضوع دا الغاية اصلا. وفي نفس اللحزة بتوصل رسالة لزينب من سليم. وبيعرفها ان هو اتفق مع صاحبه على المعادة المدبر. فزينب بتعرف اختها ان سليم شاف لها عريسه المفروض تروح تقابله النهاردة. ولكن واضح ان زينب بتكون مش مبسوطة. وده لان هي حاسا لسليم بيحاول يبعدها عنه بالرغم من ان هي معجبة بيه. وبالليل بتوصل زينب لبيته. وبيكون واضح ان هي مش مبسوطة خالص. وفي نص القعدة بتفقد زينب اعصابها لان سليم بيحاول يخرجها من حياته. وبتسيب القعدة كلها وبتمشي. وفي نفس اللحزة بتكون غاية قعدة في مطعمها وبيجي لها رسالة. وبنعرف منها ان في رئيس نادي سالة في ايطاريا وافق ان هو يمضي عقد مع عتيش. وبتكون غاية عاوزة تستغل الفرصة دي علشان تحاول تقرب منه وتبعده عن مراته. وبالليل بنشوف دينيس بتتفرج على الماتش الاخير بتاع جوزها. فبتنصدم لما بتشوف غاية قعدة وسط الجمهور. وتاني يوم بتروح دينيس تزور غاية في فيتها. وبتشوف ايفي وبتتكلم معه شوية. وبتسأله مين اللي جايب له الالعاب دي. فايفي بيعرفها ان صديق امه هو اللي جابها له. فبتخاف غاية ان ابنها يقول حاجة اكتر من كده. فبتطلب منه يطلع يكمل لعبة في قطه. وبعدها دينيس بتسأل غاية هي كانت موجودة فين يوم الماتش. فغاية بتعرفها ان كان وراها شغل كتير في اليوم ده. وطبعا دينيس بتتأكد ان هي كدابة. وبتبدأ تشكي فيها. وبعد شوية دينيس بتمشي وبتروح غاية تتصل على قتيش. وبتطلب منه يعابلها لان هي عندها خبر حلو. وفي نفس الوقت بنشوف علي وزينب وهم بيحاولوا يتصلوا على نارين لكنها ما بتردش. وبيبدأوا يقلعوا لان اصلا معها من الصبح. وبيكونوا مش عارفين هي اخدته وراحت بفين. وبنعرف ان نارين سفرت اسطنبول مع اصلا علشان تلعب بعصبهم. وفي نفس الوقت ده بيوصل قتيش عند غاية. وبتعرفوا ان هي جايباله عقد شغل في ايطاليا. فطبعا قتيش بيفرح. وبيشكرها لكنه بيقولها ان هو مش هيوافع على العقد ده غير لما يستشير مراته الاول. وبالليل بنشوف التلات اخوات متجمعين مع بعض. وبيكونوا قلانين جدا على اصلا وبيفكروا انهم يبلغوا الشرطة. ولكن في اللحزة دي نارين واصلا بيدخلوا عليهم. وبتعرفهم نارين ان هي اخدت ابنها تفسحها شوية في اسطنبول. لان هو كان مضغوط في المدرسة والمذاكرة. وطبعا دينيز وزينب بيفهموا ان هي عملت كده علشان تهددهم وتلو ادراعهم. وبالليل بيروح قتيش يحكي لامراته ان جالوا عقد جديد في ايطاليا. وبيطلب منها تسافر معه لكنها بترفض. لان هي مش عايزة تبعد عن اخوتها. وفي نفس الوقت بيروح سليم يزور زينب في المزرعة. وبيعتذر لها على اللي هو عمله. وبيقول لها ان هو ما كانش عاوز يعلقها بيه لان هو قرب يموت. لكنها بتعرفوا ان هي مش بتفكر فيه بالطريقة دي. وبتعرفوا ان هي راحت للدكتورة النهاردة. وعرفت منها ان هي قريب جدا مش هتقدر تخلف لان سنة بقى كبير. فسليم بيارض عليها انهم يتجوزوا علشان يحقق لها حلمة وتخلف. وطبعا زينب بتنصدم. وبتحس بالاهانة. وبتقولوا ان هي مش مستنيها شفقة من حد وبتسيبه وبتمشي. وفي نفس الوقت ده بتروح دينيز في صور جزهة القديمة. وبتشوف صورة جزهة مع غايا وطبعا دينيز بتنصدم. وبتفتكر ان غايا قالت لها مرة ان الحبيب هتخلى عنها الزمان بعد ما حملت منه. وبتتأكد هنا دينيز ان قتيش يبقى ابو ايفي. وتاني يوم بنشوف علي هو بيتجسس على زينب ونارين. وبيعرف من كلامهم ان اصلا مش ابنه. فبيتصدم علي وبيروح يقضل واحده على البحر وبيتروح زينب وراء. وبتحاول ان هي توسيل لكنه مش بيقدر يتقبل منها اي كلام. وفي نفس اللحزة بنشوف دينيز بتكلم ماهر. وبتطلب منه ان هو يطلقها من قتيش لكن المرة دي هي عاوزة تاخد منه كل حاجة بيملكها. فماهر بيطلب منها تهدأ. وبيقول لها تجيله على المكتب علشان يفهم منها اللي بيحصل بالزبط. وبعدها بتتصل دينيز على غاية وبتعرفها ان هي هتيجي تزورها في البيت هي وقتيش. فطبعا غاية بتتوتر جدا لكنها ما بتقدرش ترفض. وفي نفس الوقت بنشوف زينب قاعدة في البيت وقلانة جدا على اخوها لانه مختفي من الصبح. وبعد شوية علي بيوصل للبيت وبيشد نارين من ايديها وهو متعصب. وبيطرودها برا البيت. وبيعرفها ان هي مش هتشوف اصلا تاني. وبعد شوية اخوات علي بيروحوا يقودوا معه وبيهدوه. وبيعرفوا ان ماهر هيرفع قضية حضانة علشان اصلا يعيش معها على طول. وان هم عندهم امل كبير انهم يكسبوا القضية. وفي نفس الوقت بتوصل نارين لبيت ضياء. وبتحكيله اللي خصل وهي منهارة. فبيطلب منها تفضل قعدة معاه لحد ما يشوفه هيتصرفه ازاي في الكارسة دي. وفي نفس الوقت بيتصل اتيش على امراته. وبيعرفها ان صمت جاب له عقد جديد بمرتب اعلى من اللي كان بياخده. وان هو موافق عليه. فبتتظاهر دينيز ان هي مبسوطة علشانه. وبتعرف انهم هيروحوا النهاردة يزوروا غاية. فطبعا اتيش بيتوتر هو كمان لكنه ما بيقدرش يرفض. وبعدها بنشوف نارينو هي في اسم الشرطة. وبتحكي للزابط ان اهل جزها خطفوا ابنها وطردوها برا البيت. وبتطلب منه ان هو يساعدها علشان ترجع ابنها. وبالليل بتوصل دينيز مع جزها البيت غاية وبتروح دينيز تديها هدية. وبتكون جايبالها هدية ساعة. فبتشكرها غاية وبتروح تحط الساعة على الترابيزة. وبعدها بيقعدوا يتعاشوا سوا. وبتفضل دينيز تلقح بالكلام على زوج غاية اللي تخلى عنها هي ابنها زمان. وطبعا غاية وقاتيش بيتوتروا جدا. وبيحاولوا يغيروا الموضوع. وفي نفس اللحزة بتوصل نارين مع الشرطة عند زينب. وبيدخلوا يدوروا على اصلا لكنهم مش بيلقوه. وبنرجع لدينيز تاني وهي بتحكي الغاية عن قصة حبها مع قاتيش. وبيكون واضح ان غاية متضايقة جدا من كلامها. وبتسيبهم دينيز وبتخرج طوعة ببرة بحجة ان هي هتكلم اختها. وفي الوقت ده بتفتح دينيز موبايلها وبتفضل ترائبهم. وبنعرف ان هي زرعت كاميرا تمرأبها في الساعة علشان تكشف حقيقتهم. وفي نفس الوقت ده بتروح زينب لبيت سليم وبنعرف ان علي واسلام مستخبين هناك. وبعد شوية بيروح سليم يسأل زينب لو هي فكرت في عرض الجواز. فزينب بتقوله ان هي مش عاوزة حد يتجاوزها شفقة. لو مجرد ان سنها كبر وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بنشوف غاية متوترة جدا بعد اللي حصل مبارح. وبتتصل على قتيش وبتطلب منه يقابلها لان هي محتاجة تتكلم عا ضروري. وفي نفس الوقت بيتصل مهر على زينب. وبيعرفها ان هو مقدرش يكسب قضية الحضانة لكنه هيحاول تاني. وبعد شوية بيتصل قتيش على مراته. وبيعرفها ان هو وقع العقد الجديد فبتبركله. وبتقوله ان هي محضره له مفاجأة بالمناسبة السعيدة دي. وبتعرفه ان هي عامله حفلة كبيرة في مطعم غاية. وعزمة فيها كل اصحابه علشان يحتفلوا سوا. وبنعرف ان غاية قاعدة حاليا مع الدنيز وسمعت كل اللي حصل. وبتكون متعصابة وبتحاول ان هي تتملك عصابها. وبتمشي من عندها وبتتصل على قتيش وبتطلب منه يقابلها. وبعد شوية بيوصل عندها وبتعمره غاية يعترف ابنهم بشكل رسمي بدل ما تفضحه. فقتيش بيقول لها ان هو مش هيقدر دلوقتي. لان هو داخل على شغل جديد. وممكن مستقبله المهن يضيح لو الموضوع ده تعرف. وعلى الناحية التانية بتوصل والدة سليم لبيته. وبتتخاني معالا انه مش بيرد على مكالماتها. وبتزعق له لان هو قاعد مع احدة غريبة في الشقة. فسليم بيعرفها ان الزنب مش غريبة وقرائب جدا هتبقى امراته. وبعد شوية والدة سليم بتمشي وبتروح زنب تتخاني مع سليم. بالسبب الكلام اللي قاله وبتسيبه وبتمشي وهي متعصبة. وبالليل بيروح سليم اصالة الزنب وبيعرفها ان هو فعلا معجب بيها. وان هو فعلا عايز يخلف منها. لكنها بتصده وبتطلب منه يمشي. وتاني يوم بتوصل دينيز وجوزها للحفلة واللي بيكون فيها صحفيين كتير جدا. وفي نفس الوقت الشرطة بتقدر تحدد مكان اصلا وبيروحوا يقضوا بالعافية وبيرجعوا النارين. وطبعا علي بينهار تماما وبيكون مش عارف يعمل ايه. وبنرجع للحفلة تاني وفي اللحظة دي بتعرض دينيز الفيديو لصواريته لقاتيش وغاية. لما كانوا بيتكلموا عن ابنهم الغير الشرعي. وطبعا ساعتها كل الصحفيين بيبدأوا يصواره اللي بيحصل. وبيكون قاتيش واقف مصدوم في مكانه ومش قادر يتحرك. وبتبصله دينيز بكل شماتها وبتسيبه وبتمشي. وبتكون حاسة ان هي انتصرت عليه. وبعد شوية بتوصل دينيز للبيت وبتطلب من الخدامة ان هي تحط شونها تجوزها قدام البيت. وفي الوقت ده تايمور بيتخانق مع غاية. لانه حزرها كتير ان سرها هيتكشف لانها ما سمعتش كلامه. ولكن غاية بتقوله ان هي ما كانتش تعرف ان الموضوع هيوصل للمرحلة دي. وبتكون مش عارفة تتصرف ازاي دلوقتي. وفي نفس الوقت بيوصل قتيش للبيت. وبيلاقي شونته برا فبيفضل يخبط على الباب وهو متعصد. والخدامة بتفتح له وبعدها بيدخل يتخاني مع دينيز بسبب الفضيحة اللي عملتها. وبيقولها ان السبببها مستقبله رياضي هيضية. فبتزعق له دينيز وبتتهم ان هو واقح. لان هو لسه بيخاول يدفع عن نفسه. لكنه بيعرف ان هو كان نوعي اعترف لها ان هو عنده ابن. لكنه كان مستني الوقت المناسب. ولكن دينيز ما بتهتمش بكلامه. وبتطلب منه يمشي وما يرجعش تاني. وفي الطريق بيتصل صمد عليه وبيعرف منه ان هو اضطرد من بيته. فصمد بيطلب منه يجي وقعد معاه لحد ما يشوفه هيتصرفه ازاي. وفي نفس الوقت بيكون علي متعصف جدا. وبيكون اعاوز يروح ياخد ابنه بالعافية من نارين. ولكن زنب بتمنعه. وبتقوله انهم لازم يفكروا في حل اسكى من كده. علشان ما يخسرش اصلا للابد. وبنشوف قتيش مع صمد وبيعرفوا ان هو دلوقتي مرتاح. بعد ما امراته عرفت الحقيقة. لكنه خايف ان هي ما تسمحوش. وبيكون خايف اكتر ان النادي الجديد يلغي التعاقد معاه. وبيكون مش عارف يتصرف ازاي. وبالفعل اللي كان خايف منه بيحصل. لان التاني يوم بيشوف قتيش فيديو وبيعرف منه ان هو اضطرد من النادي الجديد. وبعد شوية بيروح يقعد مع صمد في مطعم. وبيكتشف ان دينيز جمدت كل حساباته في البنك. وبيعرف من السكرتير بتاعه ان امراته رفعت عليه قضية الطلاق. فبيتصل بالدينيز هو متعصب وبيطلب منها تقابله. وفي الوقت ده بيروح اصلا يقول لامه ان هو عاوز يرجع لابوه عن ماته. فانارين بتجي لها فكرة وبتديله الموبايل. وبتطلب منه يكلم ابوه وبتحفزه الكلام اللي هيقوله. وبالفعل بيكلمه وبيحدده المكان اللي هيتقابله فيه. وفي الوقت ده بيتروح غاية اتقابل دينيز. وبتهددها بالشرط الجزاء اللي في العقد. ولكن دينيز ما بتخافش من تهددها. فبتمشي غاية وهي متعصبة. وبعدها بيوصل علي عند ابنه. وبيوعده ان هو هيرجع يعيش معاه تاني. وبعدها بتيجي نارين تقول لعلي على طلباتها. علشان ترجع له ابنه تاني. وبالليل بتخرج زينب مع سليمه وبيكونوا موسوطين. وفي الوقت ده بيوصل قتيش عند دينيز وبيعرفها ان هو عارف غاية ايام الجامعة. وانفصل عنها من زمان جدا. وبيطلب منها ان هي تسمحه ولكن هي بترفض. فبيسألها هي عاوزة منه ايه بالزبط. فبتقول له يمضي على ورقة الطلاق. لكنه بيرفض فبتعرفه ان هي هترفع علي قضي الطلاق. وهتطلق منه بالمحكمة. وبعدها بتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده بتروح دويجه وتزور علي وبتطمن عليه. وفي اللحزة دي علي بيعترف لها ابن شعره ناحيتها. وبيقول لها ان هو هيتجوزها اول ما ابنه ويرجعله. وبنرجع على زينب تاني وسليم. وبيكونوا راجعين البيت مع بعض. وفجأة سليم بيتعب جدا وبيفقد الوعي. فبسرعة بتنقله للبيت. والدكتور بيوصل وام اسليم كمان بتكون هناك. والدكتور بيعرفهم ان حالة سليم بيت متأخرة جدا. وان هو لازم يقامل عملية في اسرع وقت. لان بعد كده الفرصة هتضيع عليه. وبعد ما الناس بتمشي بيتروح زينب تعرف سليم ان هي هتبت مع النهاردة. لان هي مش هتقدر تسيبه لوحده هو في الحالة دي. وتاني يوم بنشوف دينيز وهي بتتكلم مع رجل الاعمال اللي تابع غاية. وبيعرفها ان هو عاوز يشتغل معها. فبيتوافق ولكن بشرط. والشرط هو انه يدفع الشرط الجزائي اللي في عقد غاية. وبعد شوية بتروح تقابل غاية وبتعرفها ان رجل الاعمال قرر ان هو يدفع الشرط الجزائي اللي في العقد. وبتقول لها ما تحاولش تتصل بيها او تتعامل معها تاني. وبعد شوية بيوصل قتيش لبيت غاية. وبيروح يقد مع ابنه وبيعترف له ان هو ابوه. وفي نفس الوقت بيروح علي ياخد اسلام من غير ما حد يشوفه. وبيقرر ان هو يهرب به. وبعدها بتروح غاية تطلب من قتيش ان هو يرجع لها. لكنه بيرفض. وبيعرفها ان هو بيحب امراته وعمره ما هيحب حد غيرها. وفي الوقت ده بيكون علي مع ابنه في الباص. وبيستعدوا علشان يهربوا. ولكن الشرطة بتوصل وبيبودوا عليه. وعلى طول بتروح نارين تعرف اخوات علي ان هو تقابض عليه. وبتقول لهم ان من الافضل انهم يكتبوا لها ربع المزرعة. علشان يخلصوا من الموضوع ده نهائي. وبالليل بتروح والدة سليم تعرف زينة بان حالة ابنها بتسوق. وبتطلب منها تقنعه ويعمل العملية. فبتروح زينة بتتخانق مع سليم لانه كان مفاهمها ان هو تعب لانه ما اخدش الدواء. وبتقول له ان هي مش هتقدر تتحمل فكرة ان هو يختفي من حياتها وبتسيبه وبتمشي. فبيروح سليم وراها وبيعرفها ان هو موافق يعمل العملية. وتاني يوم بيخرج علي من السجن. وبنعرف ان اخواته كتبوا ربع المزرعة النارينة علشان اصلا يرجع لهم تاني. ولكن مش بيعده وقت طويل ومهر بيعرفه من النارين قرر اتباع نصبها من المزرعة في المزاد. وبعد فترة بيروح علي يحضر المزاد. وبيتفاجئ ان ضياء موجود علشان يشتري المزرعة. وفي نفس الوقت بتكون زينب مع اسلين في المستشفى. وبتودعه قبل ما يدخل قوضة العمليات. وفي المزاد بيعرض علي سعر اعلى من سعر ضياء. فطبعا ضياء بيتعصب. لانه مش فاهم هو هيجيب المبلغ ذا منين. وعلشان نفهم اللي حصل بنرجع بالزمن. وبنكتشف ان قاتيش قرر ان هو يشارك معهم في المزاد. ويشتري المزرعة. فدنيز وفقت على اقتراحه وشكرته على المساعدة. وفي الوقت الحضر بنعرف ان علي تكسب المزاد. وبيكون سعيد جدا ان هو انتصر على ضياء. وبعد شهور بنعرف ان علي ويدويجو يرتبطوا ببعض. وقاتيش بقى بيشتغل مدرب للفريق. وكمان عملية سليم نكحت واتجوز زينب وبيت حامل. وبنعرف ان علاقة قاتيش بدنيز رجعت كويسها بعد الطلاق. وقاتيش بياخد ابنه معالي المزرعة علشان يعرفه على باقي العيلة. وبيروح قاتيش يعرف دنيز ان هو لسه بيحبها. وان هو لسه عنده امل انهم يرجعوا البعض. وبيخلص المسلسل.